خلال اجتماعاً في مجلس الأمن الدولي انتقدت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون روسيا بعد سقوط صاروخ في بولندا أسفر عن سقوط ضحايا وقال الغرب إن مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد إلى جانب مندوبي بريطانيا وبولندا حمل روسيا المسؤولية عن سقوط الصاروخ في بولندا على اعتبار أنها من أشعلت الحرب بعد هجومها العسكري على الأراضي الأوكرانية من جانبه قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسلي نيبنيزيا في كلمة خلال الاجتماع أن الغرب يلقي باللوم على روسيا بالحرب الأوكرانية ويتجاهل الدور الدعم لأوكرانيا في هذه الحرب في غضون ذلك قال حلف شمال الأطلسي وبولندا إن الصاروخ ربما أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية من ما يخفف من المخاوف الدولية من أن الحرب قد تتسع إلا أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي قال إن الصاروخ ليس أوكرانيا بدوره أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية ملقيا اللوم على روسيا في الحادث ومضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي أن واشنطن تعمل على تعزيز قدرة الأوكرانيين للدفاع عن سيادتهم في المقابل حمل المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الولايات المتحدة وحلف الناتو المسؤولية عن حادثة الصواريخ في بولندا معتبرا أن الغرب مسؤول عن أغلب أزمات العالم على حد تعبيره تصريحة بيسكوف جاءت ردا على المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون التي قالت في بيان خاص إنه مهما كانت الاستنتاجات النهائية لحادث سقوط صاروخ في بولندا فإن المسؤولية عن ذلك تقع في النهاية على عاتق روسيا